استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الشؤون الخارجية وتعاون الموريتاني محمد سالم ويلد مرزوك بحضور وزير الخارجية سامح شكري والقائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه رئيس موريتانيا محمد ويلد الغزواني تضمنت الحرص على تعزيز العلاقات والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة الماضية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد محمد سالم ويلد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الوزير الموريتاني يسلم خلال اللقاء رسالة خطية إلى السيد الرئيس من أخيه رئيس موريتانيا محمد ويلد الغزواني تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعبا ولدورها الرائد على المستويين العربي والإفريقي وتأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة الماضية من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني مؤكدا تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعيدة خاصة في القطاعات التنموية التي اكتسبت فيها الشركات المصرية خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية كذلك تقدم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في كافة المجالات وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية في إطار حرص الدولتين على تعزيز ودفع العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر